اشتركوا في القناة والسيدات لسه المقبلين على الجواز واللي تجوزوا وما فيش خلفة يعني اسباب مثلا لو فيه حاجة ممكن يبتعدوا عنها تمام هنكلم دلوقتي عن سببين مهمين جدا من تأخر الانجاب اللي هو ايه اول ما المريضة تتزوج بتبقى عايزة تنجب من ضمن الاسباب اللي هو ايه الانجاب اللي هو الحال الصناعي تلقيح صناعي او الحال المجهري تمام فنعرف مع السادة المشاهدين التلقيح الصناعي التلقيح الصناعي دوت اللي هو ايه بنسميه artificial insemination يعني اللي هو التمني الصناعي يعني بنحط المنية بتاع الزوج عن طريق كانيولا داخل الراحم الكانيولا دي لها مواصفات والعيانة اللي احنا بنختارها برضو لها مواصفات لازم تكون عيانة صغيرة في الحجم ويكون السبب غير مفسر ما يكونش عندها التساقات في الانبيب او فيه انسداد في الانبيب بتعمل لها الاول فحوصات طبعا اه اه بيبقى فيه فحوصات وفحوصات للزوج لو هي عندها يعني الزوج كويس وهي كويسة بندي فرصة للتلقيح الصناعي التلقيح الصناعي دي ظروف معينة بنقوم بيها طبعا لازم تكون الانبوبة تكون سليمة لو انبوبة مسدودة مش هننفع نعمله لو الزوج كمان عدد الحاجات المنوية بتاعته اقل من 3 مليون برضو غير صالح انه هننعمل بلية مواصفات معينة او كريتيريا معينة ان احنا بنقول ان الزوج او الزوجين دول ممكن نديهم فرصة للتلقيح الصناعي تمام وممكن اول مرة ما تنجحش تانية ما تنجحش ممكن نوصل لتلاتة لست مرات وتنجح العملية نسبة النجاح العملية كم في المئة؟ اه يعني هو من نسبة النجاح من 15 ل20 في المئة بس سيدات كتير بيعملوا العملية ومن اول مرة بيحصل الحمل ممكن اه بس يعني يكون الزوج اه حيانات المنوية اه لا حيانات المنوية بتاعته اكتر من 5 مليون والزوجة العنابيب كويسة التبويض كويس والسن بتاعها ما يزيدش عن يعني عن 35 سنة عشان يبقى فرصتها بافضل ده بالنسبة للتلقيح السيدة تبدأ تقبل على مرحلة التلقيح الصناعي بعد وقت قد ايه من الزواج؟ اهو زمان كنا بنقول من 15-20 سنة بنقول 18 شهر سنة ونص دلوقتي بعد سنة حصلش حمل في السنة ونص اروح اكشف بقى واشوف ايه المشاكل اللي عندي عشان لو في مشكلة ممكن نلحقها من البداية بالزبط كده تمام فبعد سنة بنشوف بقى نفحص الزوج وبعدين نفحص الزوجة وبعد كده في الاغلب المشكلة بتبقى في الزوج ولا في الزوجة؟ لا هو ممكن ده فيه غير مفسر بيبقى الاثنين كويسين في بقى نسبة حياتي يقوله ايه لا يبقى ده في الزوج بس لازم يكون الزوجة تماما تبويضيا او الانبوبة بتاعتها سلكة لو الانبوبة بتاعتها فيها انسداد مش هينفعلها التلقيح الصناعي هو بنسميه حقن المني داخل الرحم IOI يعني يعني بحقن المني بعد بقى ما يمر بمراحل معينة المراحل اللي احنا بنمر عليها بناخد المني بتاع الزوج بعد امتناع عن العلاقة الزوجية تلات ايام وبعد كده بنعمله حاجة اسمها ووشنج بنغسل الحيوانات المنوية وبنديها بعض المواد عشان ايه ينشطه وبنحطه في كانيولة يعني بتاع رحمية وبعدين بنحقينه داخل تجويف الرحم وبعدين يوصل للانبيب ويتم عملية التلقيح يعني مقابلة الحيوانات المنوية مع البويضة بيبقى داخل الانبوبة وبعدين يحصل اخصاب والاخصاب بعد كده يحصل انقسام نوع الجنين ممكن حدبت تتحكم فيه؟ دي بقى دي خطوة تانية بس في جزئية الحقن المجهري لكن التلقيح الصناعي لا مفيش حد يقدر يتحكم فيها لان هي بتبقى زي الطبيعي بس بندخل احنا الحيوانات المنوية داخل الرحم يعني الجزئية بقى التانية اللي انا بقول لها حدريك عليها دي نسبة نجاحها من 15 ل 20% ممكن نعملها اكتر من مرة كنا زمان بنعملها كتير لان هي كانت الوحيدة الوسيلة الوحيدة دلوقتي بعد 3-4 مرات فشلت بننقل على طول على الحقن المجهري والافضل الحقن المجهري افضل ولا التلقيح الصناعي؟ هو التلقيح الصناعي ارخص نسبة نجاحه مش عالية اه ونسبة نجاحه مش عالية وبعدين دي لها مواصفات ودي لها مواصفات لأ من وجهة نظر حدرتك بقى يا دكتور السيشادي ربنا يعني دي يعني عشان نجيب نتيجة عالية الحقن المجهري طبعا بتوصل النتيجة توصل لغاية 70% يعني بعض الحالات 70% يعني كل 10 سيدات بتعمل حقن بس تكلفته بتبقى اعلى يعني بيستسهله اكتر للتلقيح الصناعي بالضبط هو التكلفة بس يبقى على اللونجران يعني مثلا انا عملت تلقيح صناعي مرتين 3-4 يبقى ممكن اعمل حقن مجهري مرة ممكن تيجي من اول مرة تبقى مضمونة اكتر فالحقن بقى المجهري نعرفه بقى مع بعض مع السادة المشاهدين الحقن المجهري ده من اسمه حقن عن طريق المجهر او الميكروسكوب فبتسميه كده حقن مجهري ايه ظروف الحقن المجهري ده بيبقى فيه السيدة بنجهزها تبويضيا بندي حقن تنشيط للمبايد بنطلع لها اكبر عدد من التبويض وناخد تحليل الزوج بعد يعني في اليوم التلاتاشر او الاربعتاشر من البيريد بنبدأ نسحب الحيوانات البويضات ممكن نسحبها في اليوم التلاتاشر او الاربعتاشر بعد ما ناخد الحقن التفجيرية تبقى جاهزة الحقن التفجيرية دي بنديها في اليوم التلاتاشر والاربعتاشر وبعد كده نديها بعد ستة وتلاتين ساعة من اخذ الحقنة بنسحب البويضات سحب البويضات ده لازم يكون في مركز بيبقى تلقيح او مركز خصوبة المركز ده لازم يتوفر فيه صفات معينة بيبقى فيه طبعا تعقيم كامل وبناخد العينة بتاخد بينك كلي ومدة العملية من تلاتين يعني اقل يعني من عشرين تلاتين دقيقة وبتقوم بعد كده بدون قلم تريعا يعني على طول اه يعني هي ما فيش قلم ولا اي حاجة بنسحب البويضات دي وبعد كده بنوديها بتتلقح وبترجع للمعمل بعد ما ناخد بقى عينة الزوج برضو عينة الزوج دي بنسحب بناخد احسن حيوانات منوية موجودة عنده وبعد كده ايه نلقحها بتلقح حيوان منوي واحد حيوان منوي واحد عشان مرضا من اللي بيعمله حقن مجهري بيخلفه توقام اه هو طبعا حسب عدد البويضات اللي احنا طلعنا طلعنا عشرة خمستاشر بنقشرهم بنقشر البويضات دي وبعد كده بنحقن كل بويضة بحيوان منوي يعني بيبقى strong بيبقى active ناشط يعني ليه مواصفات معينة عشان ايه يؤدي الى التلقيح او الاخصاب والانقسامات تمام فبعد ما بناخد الخطوة دي بنحطها في معمل اجنة وبعد كده بقى بنفتح عليها نشوف الانقسامات حصلت كم مرة حصل انقسام مرة سنائي وبعدين رباعي وبعدين سماني وستاشر وبعد كده ما يوصل يبقى جنين بننقله في اليوم التالت في جنين اسمه جنين اليوم التالت في جنين يوم الرابع او الخامس او السادس دلوقتي مؤخرا فمنقول الافضل الجنين الخامس اللي هو ايه قعد برا استحمل برا كويس فاكيد ده هيكمل جوه الرحم كويس يبقى عنده مناعة يعني يبقى عنده لقى عنده قدرة مقدرة ان هو يكمل مشورة الحمل اللي هو تسعة شهور فهيبقى كويس في بعض الحالات بننقل على اليوم التالت بنجهز بقى بنكون المجهزين السيدة قبل النقل يعني مسبتات للحمل وبعد كده بتتعامل عادي بقى وبتتحرك وبتنزل وبتروح بتيجي ولا بتبقى نيمة بعد النقل بقى انا هقول لحضرتك بس النقل النقل ده بتبقى بدون بنج سحب البيضات ببنج النقل بدون بنج كانها بحاجة سهلة اه كانها راحل عيادة عادي جدا بتنام على ظهرها وبننقل بكانيولة عادية خالص بحجم البويضة اصلا بصيد جدا صغير جدا مثلا حبت فاصوليا كده تقليبا لا 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 قل بكتير قل اه يعني هي اتنين ملي عملية سهلة عشان فيها لات كتير وسيدات بقى عايزين يعملها بس قلقانين منها بالزبط كعملية بقى وجراحة وكافة بيبقوا خايفين الخوف اه فاحنا بنطمنهم ان هي العملية لا تستغرق في السحب بس بتاخد بنج بدون قلم ونقل الاجنة في العادة الخارجية تمام وبنحطها ببكانيولة معينة وبنحطها في تجويف الرحم في مكان معين عشان ان شاء الله تنجح وبعد كده بنديها مسبتات للحمل حمل بيتم ادخال بوايدة واحدة ولا كل البوايدات لا هو ممكن حسب بقى في اليوم اللي احنا هننقل فيه طبيب الاجنة بيقول اه ده في عندي تلاتة درجة اولى ممكن ندخل تلاتة ممكن ندخل اتنين حسب بقى كمية وممكن من التلاتة دول مثلا يبقى اتنين توقم او واحد بالزبط كده وهي نسبة التوقم بتبقى عالية جدا في الحمل المجاري وكده فممكن تبقى توقم او تلاتة كمي لو بنت عملت العملية دي او سيدة عملية العملية دي وجابت تلاتة خلاص مش هزي حاجة تاني بالدنيا اه بالزبط كده يعني طب بعد العملية بقى يا دكتور بيبقى نسبة الحمل بقى ممكن تحمل طبيعي عادي ولا لازم حقن مجهري تاني هو بص حضرتك لو ما فيه سبب لو سبب مثلا عند الزوج ضعيف يبقى لازم هنعمل حقن مجهري لو عندها انسداد في الانبيب يبقى لازم حقن مجهري لو هو غير مفسر يعني تاخر الحمل غير مفسر يعني مش عارفين له السبب ممكن بعد شوية لوحدها كده حصل لها حمل حصلت معايا في اكتر من حالة فيرست تايم عملنا ايجزي او اللي هو الحمل المجهري بعد كده حصل لها حمل بدون اي تدخلات فدي من الحاجات اللي هي ايه يعني جزء بقى نفسي بقى مع العيانة جزء عضوي وتعالج العيانة بقى خلاص تبقى ما فيش اي مشاكل عليها ولا اي ضغوط فالواحدية بتحصل لها ابادة مع الزوج كويس خلاص بيحصل لها حمل لوحده بتنصح السيدات بايه ممكن مثلا ينفذوه عشان العملية تتم بنسبة كبيرة وتنجح هو بص حضرتك لازم يعني احنا بنختارها لازم العيانة دي ما تكونش سنها كبير يعني ما تعديش الاربين سن ولازم يكون مخزون المبيض بتاعها عالي ما يكونش واحدة مخزون المبيض قليل وتيجي تقول لها انا عايز اعمل حق فريق مواصفات معينة ولازم يكون الهرمونات بتاعتها مصبوطة ده دور حضرتك لأ دورها هي بقى اللي هي ممكن تقدر تعمله عشان نسبة العملية تبقى نجحة اكتر هي بقى طبعا بعد اللي بنقول لها شوية نستراكشن كده معلومات بعد الحقن انها تنم على ظهرها ما تشيلش حاجات تقيلة هي بقى طبعا حاجات العادية في المنزلية بس ما تشيلش حاجة ما تروحش شغلت ما تتحركش ما تتحركش اه لمدة اسبوعين لحد المالبويضة تثبت اه لأسبوعين وبعد الاسبوعين دول بنعمل اختبار حمل بيبقى حمل عادي بقى خلص اصلا ان شاء الله ايجابية في الحمل بيبقى يبتمشي عادي جدا ممكن تنزل بقى واحدة واحدة وتمارس حياتها العادية بعد الاسبوعين وعرفنا ان فيه اختبار الحمل بوزيتيف يبقى ان شاء الله خير يبقى فيه حمل بنقول لها برضو بعد التعليمات انها ما تشيلش حاجات تقيلة ما حصلش علاقة زوجية في الخليل 15 يوم اه في الخليل 15 يوم اه يعني كل ما نزودنا لان ده بنسمي الدنيا بس تثبت شوية والوئيضات تثبت في مكان بالظبط ده بنسمي خلاص بعمل اختبار حمله وطلع تحامل ده بيبقى اول يوم لها في الحمل ولا في 15 يوم دول ما بتحسبوش لا بنحسبهم بقى يعني توتالي بعد كده واخدبار حضرتك فالاول ما نقول لها انت حامل وبنعمل بقى حاجة اسمها اختبار الحمل الرقمي عشان نعرف بالظبط هي حامل فاديه الرقمي بقى بيقول لي هي في اسبوعين في اربعة في خمس سبيع اه اكوردنج بقى يعني زيادة الرقم بتاع الاختبار الرقمي تمام وليس اختبار عادي لا لازم اختبار رقمي يبقى دقيق اكتر متابعة بي وادق طبعا تمام سيدات كتير برضو عايزين يقبلوا على هذه العملية بس بيبقوا خايفين جدا يا دكتور هدركت طمينهم ازاي هو بص حضرتك دلوقتي كان زمان العملية دي الناس كلها بتخاف منها وتقولك ما بتنجحش هي ليها مخاطر طيب يعني مخاطر لا دي هي حاجة بسيطة جدا بقول لي حضرتك متاخد من عشرين لتلاتين دقيقة هي السحب بس السحب ده تحت تسير بينج كلي وسحبنا بيضة اثنين ترات اربعة حسب اللي موجود وبتقوم فايقة وتمشي بعد ساعتين من المستشفى يعني بعد المركز الخصوبة بتمشي بعد ديها بساعتين ما بتعودش في المركز وقد بقول حضرتك فبتمشي بقى بعديها بقى تمارس حياتها العادية وبعد كده بقى بتيجي اليوم الثالث او الخامس بني ان لها الجنين بيبقى سهل جدا فاحنا بنطمن كل السيدات ما فيش اي نوع مخاطر خالص ولا فيه اي خطور على صحتها ولا صحت الجنين خالص ولا صحتها ولا ما فيش اي مشكلة عليها نهائي بتبدأ بقى نية تابع مع حضرتك برضو كل مثلا اسبوع كل خمساشر يوم بنشوفها مرة عشان نشوف الجنين وهل فيه الكيس كبر فيه كيس كسين بنقول كسين يبقى توقم ثلاثة يبقى تريبلت يبقى فيه ثلاثة اجنة وبنتبعها ولغاية لما توصل لبرى الامان وان شاء الله بتتولد بالسلامة وتبقى في الامان يعني ان شاء الله ان شاء الله بالنسبة للولادة بقى يا دكتور ليه في الاولادة الاخيرة نسبة لولادة القيصري هي المسيطرة ومنتشرة ليه طب يعني امهاتنا زمان وجدودنا كانوا كلهم بيولدوا طبيعي ايه السبب العلمي وراء هذا ابو بص حضرتك يا دي لها اسباب كتير قوي يعني بنسبة لو دخلنا مثلا الحقن المجهري اي حالة حقن لازم تولد قيصري لان هي قريدي ده بنسميه بريشوس بيبي يعني طفل غالي وطفل بقى اثنين تلاتة واحد فمش هينفع نعمل حاجة اسمها نوع من المخطرة نحاول بقى ايولادة طبيعي اه فبنقول عليها ولادة قيصرية اختيارية يعني مفيش حد عمل حقن ولد طبيعي نيفر يعني فبنحددها قبل معادل ولادة باسبوعين وتبقى سهلة لكن السؤال بتحديدك بقى ان جنرال دي بقى يعني العصر بقى والسرعة وكل البنات عايزة تولد وتخلص مش حد بيستحمل غير زمان امهاتنا زمان ما شاء الله يعني ايه متأسسين لكن كل الفتايات الايام دي تبعدوا في الشمس وبياكلوا اكل صحي اكل صحي بالضبط فعندهم استعداد ان هما ممكن يتحملوا تعب ومجهول بالضبط وولادة طبيعي طبعا دي اصعب حاجة يعني في الدنيا كلها يعني هما ايه يعني الولادة مشقة الولادة طبعا والحمل ما شق فهي حصل حمل وخدته غزبا على بتيجي في الولادة لا انا عايزة ولادة بدون قلم لا انا عايزة قيسرية عايزة انام ازاي دكتور ولادة بدون قلم ما انا اقول لحضرتك عايزة انام واصحة لقيت بيبي جامبي فما عندهمش استعداد ان هما يحصل لهم بيرنج داون وحزق وطلق وفحص باستمرار عشان نشوف تقدم الولادة لا الجيل دوت قال شوية بس موجود في بعض الارياف عشان الناس طبعا بتوع الارياف دول بيأكلوا اكل صحي وهلسي وبتعرضوا لشمس بيتة من دال ويعني حالات محدش بيعملها بالزبط كده في المدن يعني البنات برضو مقفلينها ايوا اللي هو السيفاليزيشن اللي هو الحال المدنية زيادة فيها الرفاهية الرفاهية كنا زمان مثلا في التسعينات الزمان اوي يعني هو في التسعينات كان يعني برسنت بتاع الولادة الطبيعي 95% والقيصاري 5% في البكريات دلوقتي اتقلبت يعني دلوقتي 95% قيصاريات و 5% طبيعي بس القيصاري صعبة برضو يا دكتور هو بص حالاتك اي حاجة فيها تغدير يبقى صعبة لكن هي مدام فيه سيفتي في المكان اللي هتولد فيه والتغدير متوفر خلاص بقى ما فيش صعوبة على الجنين بس برضو لو اسهل من الطلق ومن نزول البيبي بيبقى طبعا القيصاري اسهل في الجزئية دي بالزبط كده في بعض الحالات بقى اللي هي دلوقتي الايرة الجديدة اللي هو الولادة بدون قلم او ازاي بقى اللي هو العمودة الفقر اللي هو الابد يورل ابد يورل دي بيبقى برعا جهاز وفيه كانوا لكده منه وبعدين بندي مسكنات فيها تبقى العينة فقدة الاحساس لكن بتتحرك ايه وتمشي وتتحرك ده بالنسبة للطبيعي ده للطبيعي ولو قلبة قيصاري اه ده لو قلبة قيصاري بتبقى هي قريدي مش حاسة باي قلم وبناخدها على جرفة العمليات تعمل قيصاري لو في الطبيعي بتقعد بقى بنتباحها لغاية لما توصل عشرة سنتي وخلاص رأس العيل بدأت تظهر بندخلها وهي برضو شايفة اللي بيحصل لها لانها مش حاسة بحاجة دي برضو بعد برضو ان هي تبقى متطمينة على الجنين وصحته بتبقى الامهات مزغولة عن الجزئية دي جدا بالزبط ان الجزئية دي الناس كتير قوي بيطلبوا الولادة بدون قلم منها انها ايه مش هتفتح بطنها وفي نفس الوقت هتولد طبيعي وتتطمين على جنينها وهي كويسة وبتقوم بعد الولادة تمشي عادي عادي جدا جدا بتقعد بقى فترة من 3 ال 4 ساعات بعد كده في حجريتها انا عارف بنات متجوزين مثلا بقالهم سنة ويفحصوا نفسهم يعني عادي ان هم يحملوا كده بس خايفين من جزئية الولادة فانت كده حدك طمينتهم وطمينت السادة المشاهدين ان الولادة بدون قلم ما فيش اي مشكلة خالص وبتولد غير ما تحس وبتقوم بعد الولادة تمشي وما فيش اي مشكلة خالص بالزبت كده فدي دي النوع الحاجات دي بنقل اللي بقى الولادة القيصاري كمية اللي هي زادت قوي ده في بعض الاماكن في مصر وصلت لمية في المية كل البنات لا ما تدينيش فرصة لا ده انا ولدني قيصاري انت بيش حس بحاجة ولا حس بطلق ولا اي حاجة وبعد شوية يعني توصل للمرحلة النهائية من يعني اتساع عنق الرحم من ده خلق وضغفة العمليات ونولدها سهلة جدا جدا ونديها حاجات مساعدة وتولد بالسلامة تماما ليه صديقتي بايا دكتور كانت هتولد طبيعي المفروض للدكتور ومش اخاصلان هتولد طبيعي الراح يمفتح 7 سنتي وكل حاجة ماشى كويس جدا والمية دي نزلت كل حاجة كتماشى طبيعي بس كان فيه مشكلة ان الولد فوق تقريبا اه منزلش متتعلق اه يعني بص حضرتك وولدت قيصاري في الآخر بعدها بص حضرتك وطبعا ايه الدكتور اللي هو المعالج بيبقى الحالة دي منسميها انفجار جبل المية قبل المعاد او انها نزل المية والراس ما كانتش في الحض فيبقى خايف على الجنين ممكن يحصل له اي تعب او يشرب مية او او كده فبتطر ان هو هدخل قيصاري عشان اسعف الجنين والام هي بخير وما فيهاش اي مشكلة ففيه حاجات كده وممكن فيه حالات بتبقى اه كويسة وحصل لها زي تعصر في الولادة في اخر حاجة يبقى الحط بتاعها يعني بوردر لاين كده فبرضو يعني تتحول الى قيصرية فقدم الحباتك تمام نورتنا طبعا يا دكتور واستفدنا معلومات كتير احنا واستاذ المشاهدين وان شاء الله نبقى مع بعض فقرات تانية كتير وانتظرونا في حلقة جديدة من برنامج همسات موزيقة وإلى اللقاء شكرا